الى اخبار الاسواق الخليجية الاخرى حيث اقرت عمومية شركة المزايا القابضة البيانات المالية للشركة عن العام الفين واربعة عشر والذي حققت فيه شركة ارباحا بلغت ثمانية ملايين دينار العمومية اقرت ايضا توصية بتوزيع ارباح نقدية بواقع ستة في البيئة مقابل كل سهم الرئيس التنفيذي للشركة ابراهيم السقعبي قال ان التدفقات المالية ونشاط التأجير يمثلان الجزء الاكبر من ايرادات الشركة طبعا نوه بحديث لسي ان بي سي عربية الى تطلع الشركة الى نمو الايرادات مع تسليم المزيد من المشروعات داخل الكويت وخارجها طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى كان في زيادة في الارباح تقريبا 35% عن العام من 6 مليون الى 8 مليون 7.8 منه كانت ارباح تشغيلية والارباح التشغيلية اما من اجارات فكم تم زيادة الايجارات من 4 مليون الى 5 مليون و300 بزيادة تقريبا مليون و300 واحنا ماشيين ان شاء الله على هذا الطريج وان شاء الله السنة الياية بيكون نفس المعدلات بالنسبة للارتفاع اما من خلال زيادة نسبة الاجغال او من المشاريع الجديدة التي تم انتهاء منها مثل مشروع البحرين راح نزيد باذن الله راح يكون الدخل ماله خلال هذه السنة اذا على سيرة النتائج والتوزيعات سيد طارق نحن بانتظار سهم قيادي مهم في سوق دبي بانتظار نتائجه لحدها ما افصح عن هذه النتائج اربتيك ما التوقعات حول هذا السهم كنتائج الى اين يتجه في الفترة القليلة القادمة لا سيما ان الانباء غير واضحة بشكل دقيق حول مشاريعه لا سيما في مصر مشاريع الخارجية مشتوع المليون وحدة سكنية الانباء غير واضحة حول هذا الموضوع الى اين يتجه السهم خلينا نحكي كقطاع قطاع الكونستركشن هو يعاني من عملية المنافسة الشديدة طبعا التحديات الممكن تواجهها القطاع مثلا هي شح سيولي او خلينا نحكي الارتفاع في الاكاونت سرسيفيبلز عندهم فاذا لاحظنا اذا شفنا شركة دريكنسكال كمان يعني هم داخلين بنفس القطاع اكيد مختلف شوي بس نقدر نشوف انه مثلا المشاكل واجهتهم بالسعودية ممكن تواجه شركة عربتيك بالسعودية دريكنسكال كمان عربتيك بمصر لا عربتيك السعودية عندها مشاريع طبعا انشأتها بالسعودية ودريكنسكال نفس الشي فاذا شفنا موضوع العمالة اللي اثر على المشاريع طبعا صار فيه هناك ديليز بالمشاريع واثرها بالتالي على ارباحها فممكن تكون ارباح عربتيك نفس الوقت كمان متأثرة بهذا العامل العامل الثاني اللي زي ما ذكرته انت الباكلوغ تبعهم عم بنخفض السبب اللي هو مشروع مصر الوقت الحالي عندهم عربتيك 24 مليار الباكلوغ يعني يعتبر ضعفين ونص تقريبا لعائدات 2015 بالنسبة لما صار طبعا يعني بعض المحللين شايفينها سلبية وبعض المحللين شايفينها ايجابية انا بنفس انا بتوقع انه هذا عامل ايجابي انهم ما ياخدوا هذا المشروع المشروع هذا كبير وما كان فيه رؤية واضحة ايش رح يكون دورهم هم بالمشروع هل رح يكونوا هم ادارة او رح يكونوا هم لانه مشروع كبير 40 مليار دولار رح يكون هناك فيه اكيد تحديات كبيرة بهذا المشروع فاذا منلاحظك كل قطاع القطاع عم بيعني من زي ما حكينا من المنافسة وبالتالي اذا صار فيه عندنا هناك ارتفاع بالاكاونت سرسيبولز مع انقفاض النسب هوامش الربحية اكيد القطاع ما رح يكون فيه هناك يعني جاذبية بالمستقبل القريب حتى في ظل التحضيرات للعديد من المشاريع داخل الامارات مشاريع عقارية مهمة طبعا اكسبو اكيد العديد من المشاريع منتظر القيام بها زي ما نشوف نحن الشركات عم تنفذ بس هناك تحديات عم تأثر على ارباحها فنحن نطلع على المستثمر كيف يحقق عائد على الربح او كيف يحقق عائد على الموجودات النسب الهوامش الربحية شوية ومنخفضة بنسب المنافسة وبالتالي اي خطأ بالتنفيذ زي ما ذكرنا ممكن يأثر على الارباح الشركات نعم طيب نحن نحكي شوي عن أيضا القطاع الحيوي أيضا قطاع الاتصالات في اسواق الامارات السوق دبي هن شركتين خلينا نشوف اتصالات في السوق أبوظبي شفناك بثيرة عليها بالفترة الأخيرة حركة يعني مقارنة بالفترات السابقة نحن نشوف عمليات بيعية صحيح هذه الشركة هو سهم استثماري أكثر من أي شيء آخر لكن نعم نشوف على دخول إلى أين اتجه هذا السهم طبعا زي ما نعرف أنه سهم اتصالات هو بس مفتوح للمواطنين وبالتالي شريحة المستثمرين راح تكون محدودة دائما المستثمرين المواطنين يحبوا يستثمروا فترة التي هي توزيعات الأرباح بس يعني شركة اتصالات طبعا شركة قوية زي ما شفت بالتقرير تبعتكم التوتل أسد سبعتهم بحدود الخمسين مليار شركة عملاقة اللي عم بيصير معهم بموبايلي بالسعودية كمان هذا أكيد أثر على نفسية المستثمرين هون الاستحواذات اللي عم بتصير كمان كمان على عائدات الشركة فكقطاع هو قطاع جذاب خلينا نحكي كقطاع بالإمارات أول شي نسبة نمو السكان بالإمارات قوية فهذا طبعا يعتبر محفظ إيجابي لقطاع الاتصالات بينطبق الأمر على دو كمان أكيد أكيد بس المنافسة كمان أولها زي ما نذكر أنه أول ما طلعت شركة دو كان منافسة شديدة كانت تستحوذ على ماركتشير سريعة هلأ زي ما ذكرت بالتقرير وزي ما لاحظنا أنه في فرق في فرق بالماركتشير بس من نفس الوقت في استقرار فأكيد يعني رح يكون في هناك استقرار بالعائدات تبعون الشركتين بس زي ما ذكرت أنت قطاع الجذاب وعن بيعطي عوائد بحدود خمسة إلى ستة بالمئة على الدفيدن تيلد بارح كمان كتابي سأل لغس الموضوع على ضيفنا سيد زيادة باس عن القطاع المصرف في الإمارات بالتحريد في سوق أبو ضبي يعني كان عن نتائج جيدة وتوزيعات لا بأس بها أيضا الفرصة الذهبية نجح نحكي عن فرصة الذهبية لم تستغل ما شفنا هذا التفاعل مع هذه النتائج والتوزيعات منذ الأسبوع الماضي في شفية ضغوطات على القطاع البنكي بالتحريد جلسة نهاية الأسبوع الماضي كانت ضاغطة بشكل واضح البليح بعض الارتفاعات الطفية فاليوم يعود هذا القطاع إلى التراجع في سوق أبو ضبي كيف تقرأ اتجاهات القطاع البنكي نحن 2014 زي ما ذكرنا أرباح خياسية فإذا تطلع على 2014 شو كان المحرك الرئيسي كان للعائدات البنكية أول إشي اللي هي البروفيجنز عادة البروفيجنز السابقة تاني إشي الأرباح البنكية كانت قوية ثالث إشي اللي هي الأرباح غير بنكية زي ما شفنا نحن كان في هناك كتير اي بي اوز طلعت بالسوق وبالتالي أثرت على أرباح البنوك هاي 2015 طبعا رح تختلف الصورة أول إشي الموجودات رح ترجع ما يكون عليها ريفاليويشن أبوورد بالنسبة للقطاع العقاري أو العقارات رح ممكن يكون هناك انخفضات بقيم هذول الموجودات هاي أول عامل الثاني عامل اللي هو ممكن يأثر اللي هي ارتفاع أسعار الفائدة بالاتحاد الفيدرالي وبالتالي ارتفاع الفوائد هون أكيد هناك البنوك الضخمة أكيد رح تتأثر أكتر لأنه ما رح يعرف يرفعوا الأسعار على الشركات بالسرعة المناسبة وبالتالي رح تتأثر أسعار الفوائد فالنظرة هي زي ما حكيت أنت فيه هلأ اليل جذاب بس بنفس الوقت الأرباح المستقبلية لسه مش واضحة زي ما ذكر السيد عبدالعزيز الغري هناك رح يتوقع 10-15% الارتفاع بأرباح البنوك كقطاع ب2015 أنا بتوقع هاي كافية بس المستثمرين تعودوا على أرباح عالية زي ما ذكرنا السيد طرق قيش مدير إدارة الأصول لدى شركة المال كابيتل شكرا جزيلا لك شكرا أختم مسار السوق بهذا الخبر من قطر مشاهدين حيث ارتفعت الأرباح الصافية لشركة بروة لتطوير العقري بنسبة 100% بنهاية العام 2014 وصولا إلى مليارين ثمانمائة مليون ريال قطري بينما قفز العائد على السهم إلى سبعة ريالات وأربعة عشر درهما واكتفى مجلس الإدارة بتوصية توزيع أرباح بنسبة 22% بواقع ريالين وعشرين درهما عن كل السهم ومع ذلك شفنا التوزيعات هي أقل من التوقعات بس شفنا السهم على ارتفاعات تقريبا بواحد بالمئة عند 48 ريال قطرية أيضا أخيرا في قطر يعتزل بريك الدوحة إطلاق صندوق للاستثمار يتبع مؤشر بورصة قطر بالشراكة مع شركة أموال بصفتها مدير للصندوق وشركة المجموعة للأوراق المالية التي ستقوم بدور مزود السيولة الرئيس التنفيذي لمجموعة ملك الدوحة كشف بأن صندوق الاستثمار المتداول سيقوم بتتبع مؤشر البورصة القطرية إذا نهاية مسار السوق لهذا اليوم الاثنين ماذا تخبأ لنا الأسواق يوم الثلاثة إلى اللقاء